اسم التجربة الجسر المعلق Suspension Bridge الهدف من التجربة استنتاج أهمية الركائز في تثبيت الجسر المعلق في مكانه واتزانه عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من سقوط الكتب على الأقدام أدوات التجربة ستة كتب ذات غلاف سميك خيوط خطوات إجراء التجربة نضع كتابين في وضع رأسي نصنع حلقتين من قطعتين من الخيط ونضع كل منهما حول أعلى الكتابين ثم نربط خيطا آخر بين الحلقتين وندعه يتدلى على نحو غير مشدود بين الكتابين نضغط على الخيط الموصول بين الحلقتين من منتصفه فنلاحظ أن الكتابين فقدات تزانهما وسقطا نعيد الخطوة الثانية ثم نربط كل من الكتابين إلى مجموعة ثقيلة من الكتب خارج الكتابين الموضوعين رأسيا وندغط مرة أخرى بمقدار القوة السابقة نفسها تقريبا على منتصف الحبل بين الكتابين الرأسيين فنلاحظ بقاء الكتابين ثابتين في مكانهما من دون أن يسقطا النتائج تعمل مجموعتا الكتب التي ربط في كل منهما أحد الكتب الموضوعة رأسيا كعمل الركائز أنكورز في تثبيت الجسور المعلقة والمحافظة على اتزانها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر